موسيقى مشاهديننا بهذه الفقرة نتكلم عن موضوع مهم وللأسف أيضا مؤثر بشكل سلبي على شبابنا وعلى مجتمعنا اليوم نحن نتكلم عن ظاهرات المخدرات اللي هي ممكن تكون بإزدياد أو توجه الشباب لها بطريقة مزعجة للمجتمع ولأولياء أمورهم أكيد ولأسرهم وعائلتهم اليوم نسمع دائما بأن الموضوع بدأ يشكل تهديد بشكل جدا كبير لذلك اليوم نتكلم عن هذا الموضوع المخدرات اللي يكون شائق أكيد صحيح أحمد موضوع المخدرات أصبح حاجس لكل عائلة لكل أم لكل أب ويقال أن كل بيت كويتي لا يخلو من ابن أو ابنة مدمنة على المخدرات وأصبح ترويج المخدرات عندنا في الكويت شيء يعني كبير وبازدياد دائم عشان شدينا اليوم راح نتكلم في شكل واضح وشكل صريح شنو أسباب ازدياد إدماء المخدرات عندنا هل أهو قصور في الوزارات أو أهو قصور في إهمال الأهل عدة جوانب اليوم راح نتكلمها عن هذا الموضوع وغير شيء أحمد قاعدة تطلع أسماء يديدة لو بتلاحظ نشوفها في السوشال ميديا عن أنواع من المخدرات اللي هي يعني أسماء يديدة نشوفها تطلع فيديوهات بالسوشال ميديا فهذا شيء يديد علينا وعلى العوائل الكويتية فاليوم راح نوضح هذا الشيء أكيد يعني موضوع اليوم كان النسبة والأمور التي تكلم فيها ريم أكيد ضيفنا المختص راح يتكلم عن جوانب مهمة لكننا اليوم نقول بأنها بالنهاية هي ظاهرة بعدد معين نحن اليوم ما راح نقيسها على مجتمع كامل ربي لك الحمد اليوم نحن مجتمع محافظ الشباب واعي ومتجه إن شاء الله يتجاه خير وإيجابي لكن بالمقابل اليوم هذه الظاهرة لو تأثر على شاب واحد لا بد أن نحن اليوم نصلت الضوء على هذا الموضوع مشاهدين لكن ظاهرة اليوم الأسماء أو الأنواع اللي موجودة في هذا المرض وفي هذا الخنقول الشؤوم اللي موجود في مستمعنا اللي هو المخدرات فيه الكيميكل والسبايس والشبو والترامدول السؤال من كيف حصلون هالأمور هذه أصلاً يعني يسئلة كثيرة عندنا اليوم نتكلم فيها كيد مع ضيفناك نشوف هذا التقرير لمشاهديني ونرجع من بعدها كيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على هذه القضية وتوضيح الأمور اللي قاعدة تنتشر والأخبار في هذا الشأن يسعدنا التواجد اليوم مع مدير عام المشروع الوطني للوقاية من المخدرات قراص الدكتور أحمد الشطي يا مساء الخير وياهلا ومرحبا فيك دكتور يا أهلا وسهلا أول شيء يصلح معلومتين أول شيء احنا غراس مو غراس غراس مو غراس غراس معناها حشيش بس غراس معناها غرسة الشيء الثاني يا حضرت اشتفد في البداية قلتيني كل بيت في مدمن مخدرات هذه الأشياء اللي نقراها في الأخبار في السوشال ميديا وفي الإحصائيات بس الإحصائيات عندده عشان شتي نستضيفك اليوم نتأكد عشان لا نكرس المعلومة بقدر ما أنا ممتن أن أنتوا السلطون تضعوا على هذا الموضوع المهم أن نرسل رسالة صحيحة للمجتمع نحن اليوم عندما نتكلم عن حجم المشكلة لا شك أن عندنا مؤشرات تبين أنها في تزايد بس هي الضل محدودة الضل يعني يتم الآن أكثر دقة في تعاطيها من ناحية المؤشرات ستطرق لها وأعتقد جزء من قضية الانتباه لها أن أزلنا الوصمة عنها في يوم الأيام إذا كان عندك أنت أحد أبنائك أو أحد أسرتك مبتالب المخدرات تخشها اليوم لا يوم الأيام كانت عاملة كمجرم اليوم لا أنت عاملة كمريض القانون يحميك بحيث أن تطلب المساعدة فهذه كل الأشياء تخلي فيه يوم الأيام ما كان ممكن أحد يقعد في مجلس عام ويتكلم عن المخدرات اليوم لا ابن الخفير وأبن الوزير في مجالس أنا حضرت فيها علية القوم يتكلمون عن حبيب لهم أحد أبنائهم أحد أقاربهم مبتلب المخدرات ويسألون عن المساعدة وأفضل صبور العلاج وكيفية هذه هذه بحد ذاته مؤشر إيجابي لأن مجتمعنا حيوي مبادر مبدع يحاول يحلل مشاكل بنفسه لا أقول فقط هذه مسألة الحكومة بكل مؤسساتها ولكن أيضا مسألة المجتمع الآن على المؤشرات نحن عندما انطلق المشروع التواوي للوقاية من المخدرات في عام 1999 كان ردة فعل على ارتفاع أو رصد حالات الوفيات بالجرعة الزائدة كانت أنا ذاك 76 اليوم للأسف في 2018 أدد الحالات وصل إلى 100 إلى 120 في 2018 هذا يأتي لأسباب كثيرة لكن أحد أسبابها اللي هي تغير الأنواع والنمطية فأصبح الآن عندنا كيميكلز والكيميكلز بسرعة تضرب تعطل الجهاز العصبي تأخذ تأثر على السلوكيات يصير عندك وساوس قهرية عدوانية وما إلى ذلك وتؤدي إلى هذه الأشياء وهذا حديث سنتطرق إلى جانب آخر نحن دائما نتكلم على كل وفاة هي قمة الجبل تحتها يأتي ناس مصابين يتعالجون وأكثر منهم يعانون بدون ما يروحون إلى المستشفى ومنهم من يتعاطون بس ما صلوا لمرحلة المتوالية المتوالية تبدأ خاصة بين الشباب مثل ما تفضل أخو يحمد في قضيته هو يتميز بشعور بالثقة المغامرة حب التجريب الفضول التأثير أحيانا ضمن ضغط الأقران فيدخل هذه المتوالية تبدأ بتجربة ثم تصبح أحيانا ثم تصبح في المناسبات ثم يصبح تعود إلى أن ينتقل إلى مرحلة التعاطي ثم الإدمان فهي متوالية حسب الظروف حسب ما يدفع في هذا الجانب الآن كثير عددهم بالمجتمع نحن لا يوجد سجل وهذه ليس خصوصية كويتية في كل حال العالم دائما هناك شيء يسمونه استنباط للأعداد المتوقعة في الكويت عندنا ثمانة آلاف ملف نشط للعلاج في مركز الإدمان نحن ندرك أنه ليس كل الناس تعالج هنا وأنه طبيعة التعاطي مع خلنا نسميها الإدمان في بعض العوائل تفضل أنه يعني المدمن عندهم يعالج بره في منهم يعني يتكبر أو يستنكف عن أنه يعالج داخليا ويقول أنا ماني في شيء لكن في أسوأ الاحتمالات لو ثمانة آلاف ضربناها بثلاثة يطلع حدود يعني عشرين إلى أربع عشرين ألف يعني لكن هذه بالتأكيد مو سبعين ألف اللي بعض المعادلات اللي تم الاستنباط فيها قالوا سبعين ألف هذا جانب الآن هل هي مشكلة من التفقيات أنه هي تستحق الالتفات لها لأنه عندما نتكلم عن المؤشرات نتكلم عن تخفيض عرض تخفيض طلب تخفيض العرض هي مهمة رجال الداخلية ورجال الجمال وأكلاهما من أبناء الكويت اللي نرفع لهم القبعة تقديرا واحتراما واعتزازا باللي قاعد يسوونه لكن الأرقام اللي قاعدتوا تداول أيضا تقرأ نواقص الخطر بمفهوم يوم من الأيام كنا نفرح نقول بالسنة هذه صدنا بس كيلو هيرويد اليوم نتكلم عن عشرات كنا نتقول مثلا صدنا عشرة آلاف حبة مؤثرات عقلية قد تكون كبتاقون قد تكون أشياء أخرى لكن اليوم بدنا نصيد بالملايين المخيف في هذا الموضوع يعني مثلا احنا فترة من الفترات صدنا أربعين مليون يعني كاجمالي تراكمي لفترة معينة منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات تقول مقابل كل ضبطية هناك عشرة فلت هذا يعني مقابل كل ضبطية عشرة عشرة وبالتالي لما نتكلم عن أربعين أصدت أنا أربعين وفرحان فيهم لازم السيناريوهات عندك تتعامل مع أربعمائة مليون فلتت وهذا لما نكون متوفر بالسوق السعر رح ينزل وفرة ممكن لها بالضرورة الكويت لكن قد تتلع عنق الزجاجة بالنسبة لدول الخليج اليوم لما نتكلم عن هذا الموضوع احنا في نهاية طريق الحرير من أفغانستان لباكستان لإيران للعراق احترامي لكل هذه الدول فيها نوع من عدم الاستقرار وطبعا من ضمن الأشياء التي تخليل الحكومات يجب أن تهتم بهذا الموضوع أن اليوم تجارة المخدرات مرتبطة بتجارة السلاح بالتطرف بالإرهاب بغسيل الأموال بالحوادث بالعنف بكل الأشياء هذه وبالتالي هذه من ضمن الأشياء التي تخلي المسؤولية ليس مسؤولية فريق تطوعي يقدم شيء للوقاية من المخدرات هذه يجب أن تكون مسؤولية الدولة وتكون منهجية وتكون مستدامة وتكون مسؤولية الجميع حتى نستطيع أنه نعالج جذور المرض نغلق الحنفيات ونرقى بمستوى التوعية بحيث أن الوعي يصبح معتقد ومسلوك إيجابي من خلال أن نخفض الطلاب كما نحن حريصين على تخفيض العرض يعني مقدمة جدا مهمة بحيث أن اليوم المشاهد يلتقي معنا بالفكر التي سنطرحها معك فأكيد كل شكرا لك على هذه المقدمة لكن دكتور بالمقابل اليوم أن نتكلم بواقع واستنادا على الأرقام التي ذكرتها اليوم الأرقام بإزدياد وهذا مؤشر بالنهاية مخيف بالنسبة لأكيد الأسر الكويتية بشكل عام نحن نتكلم لكن اليوم هل الكويت ساحة خصبة سواء توفير المخدرات بهذه الطريقة أو توزيعها للدول الأخرى شوف الكويت ليست استثناء ما ينطبق عليها ينطبق على دول المجلس التعامل الخليجي وعلى الخليج يعني وعلى بعض الدول لكن نحن ندرك أنه في فائض مالي فيه ربما قلة رقابة على الوالدين وهي الوفرة التي قد تكون بسبب الأرقام التي قلناها موجودة صحيح أحيانا عندما نتكلم عن حزمة من الأخلاق أو حزمة من العوامل المهيئة للوقوع في مصيدة المخدرات أو الحزمة التي الحامية التي تحمي أي شخص من وقوع في مصيدة المخدرات مثل ما قلنا قد تكون أسر مفككة قد تكون وفرة مالية قد تكون الوصول إليها قد يكون العنف في الطفولة قد يكون يعني كثير من العوامل التي تؤدي لهذا الشيء هذا يذكرني بأول ما بدأ مشروع الوطن التوعوي الوقاية من المخدرات غراس بدأنا بدراسة جرناها مع جامعة الكويت على أربعة آلاف وخمسمائة شخص وسألناهم هذا السؤال ما هي العوامل التي ممكن تسهل على شخص أن يقع ضحية أو على شخص آخر أنه يقاوم ويصمد ولا يخضع لكل المغريات التي قد تستخدمها وكانت منظومة قيمة من رحمها كان عندنا حوالي 30 حملة مجتمعية وصلناهم وبعضهم يمكن لا زالت إلى الآن ناس تذكرها يبقى أمانة خلكوا ياننا وإما بصراحة وجود وشراحة كذلك كان هناك هذا محور على الأسرة كان هناك ضغط الأقرام ويمكن أبرزهم كان الهواية حماية وصاحب ساحب وهذه أيضا ربط وستتردد وفي الإضافة إلى موضوع معلمي سرتمييوزي وهي المدرسة مضطريف أن هذه المبادرة الكويتية التي كانت إبداعية قبل 20 سنة الآن يمكن قبل 5 سنوات منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات عندما أرادت أن تصنع أو تقدم لدول الأعضاء لوائح استرشادية ركزت على الأسرة ركزت على ضغط الأقرام ركزت على المدرسة كيف سبقناهم لكن الفرق بيننا وأنهم يعيدون الزيارة لمثل هذه العناوين نحن نحتاج حقيقة أن نتبنى الديمومة والاستمرارية والاعتقاد أن الوقاية أو المكافحة هي مناطة بجهة دون أخرى غلط وأقولها غلط بملء الفيلم المليان لأننا حضرنا بعض المؤتمرات الدولية وقالوا بغض النظر عن وجود جهات رسمية للمكافحة لابد أن يكون هناك ذراع لجمعياتنا في العام جمعيات المجتمع المدني ونفخر في الكويت لدينا حراك لدينا حراك مجتمعي لدينا مبادرة لدينا إبداع مساحة كبيرة من التطوع من التبرع التي رأناها عندما كانت ردة الفعل على الموجة الأولى اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات التي كانت عبارة عن مبادرة مجتمعية تضافرت فيها الجهود بين الحكومة بين القطاع الخاص بين جمعيات المجتمع المدني بين الأكاديميا بين الناس المهتمين التي تلاهم الله بتجربة يريدون أن يمنعون الآخرين من الوقوع في نفس المعاناة التي هم وقعوا فيها فولدت من تحت مظلة اللجنة الوطنية الوقاية من المخدرات مشروعين كبار كان مشروع بيت التموين لعلاج الإدمان والمشروع الوطني التوعوي للوقاية من المخدرات غراس غراس تميزت باسم الكويت وأنا أؤكد هي مملكة لأشخاص هي تجربة كويتية اليوم الناس سووا فيها رسائل دكتوراه وماجسير وقعت بعض المنظمات الدولية المهتمة عقود تعاون مع هذا الزراع الذي هو غراس مثلا منظمة الأمم المتحدة المكافة الجريمة والمخدرات منظمة الصحة العالمية مجلس وزراء الصحة الخليجيين منتور العالمية التي ترأسها ملكة السويد منتور العربية الذي يرأسها سمون الأمير الملكي تركي بن طلال لا شك أن هؤلاء ما جاءوا إلا لأنه وجدوا شيء مختلف أذكر فأقول أول كان لما أنت تريدا ترسل جرعة توعوية ضد المخدرات أذكر كانوا يقولون شوفوها عقب الساعة 11 في الليل ليش؟ لأنها صادمة فيها جنس فيها عنف فيها بشاعة فيها كل شيء كريم بينما لما صارت حملات غراس كانوا يقولون تعالوا نقعد مع بعض على أساس نناقش مرة دور الأب والأم نناقش مرة دور المدرسة نناقش مرة دور ضغط الأقرار نفتح حوار وهناك فرق بين عن توعية والوقاية التوعية أنك توعي بالمشاكل بالأعراض بالأمراض بالشغلات هذه والوقاية تغرس غرسة تنعكس إيجابا عليك فبالتالي تحميك مو فقط من المخدرات مع كل السلوكيات السيئة قد تكون التدخين قد تكون الكحول قد تكون المخدرات قد تكون السلوكيات الجنسية غير السوية أكيد وعندنا أسئلة لك كثيرة دكتور وفعلا بحاجة إلى إجابتها لكن نطلع مع مشاهدنا هذا الفاصل أراجعي من بعدها موسيقى لا تجرفك لحظات خداعة كم واحد قبلك ندم حتى العمر ما عام يا أخوي احنا بحاجتك أهلك وناسك عزوتك يا أخوي احنا بحاجتك أهلك وناسك رجعنا لكم مشاهدين مع الدكتور أحمد الشطي وراح نتكلم في هذه الفقرة عن دور الأهل في تخفيف هذا الشيء دكتور شنو دور الأهل في أنهم يكونون حريصين على أعيالهم أنهم لا يطلحون في آفة المخدرات وحتى لو طاحوا في آفة المخدرات شنو طريقة التعامل معهم عشان يطلعونهم من هذا المأزق أرى السؤال هذا رسالة الدكتورة لكن دعيني أقول أن الأسرة تصنع الفرق بمفهوم أن الأسرة التي تزرع القيم تزرع الصح والغطاء تتحاور ويأبنائها يكون هناك نوع من رقابة عليها قد تكون أكثر أمانا من الأسرة المفكرة المفككة أقصد اللي الأب والأم مشغولين اللي هناك فجوة في التواصل يعني يجتمعون يمكن بالأسبوع مرة على الغد كذا الاعتقاد بأنه أنا مدام أوفر لك احتياجاتك هذه نهاية المسؤوليتي هذه من ضمن الأشياء التي نشعر فيها الجانب الآخر في عناوين قد تكون الأسرة مسؤولة يعني فترة الصيف عندما مراهقين يسافرون بدون أي رقابة لدول أخلاقيا موبوئة لا يعودون فقط يمكن بصور جميلة في بعض الأماكن لكن يزورون أماكن يجب أن لا يكونوا فيها ويعودون ببعض العادات السيئة قد تكون زقارة قد تكون حشيش قد تكون هذه من ضمن الأشياء الجانب الآخر احنا في غراس صار عندنا دورة سويناها الوالدية الذكية بمفهوم أن نثقف الوالدين نشترك فيها خمسين عائلة وهنا نشكر حقيقة وزارة الشباب يدعمونا في هذا الموضوع من خلالها أعطيناهم سلسلة من ورش العمل خذوا جرعة معرفية بحيث أن يعرفون شنو المخدرات شنوانها كيف تعاملون معها ثم مهارة التواصل والتعامل والحياة التي يجب أن تأخذ فيها الاعتبار ثم كيفية استخدام الأدوات التي تعلموها في التواصل مع أبنائهم وهذا يأخذني إلى تجربة حقيقة إذا كان لي أن أذكرها في الإمارات أكون تجربة يسمها أقدر من خلالها خذوا الأطفال لأن من ضمن الشعارات التي نرفعها الوقاية تبدأ باكرا فقال أولهم حق كل واحد منهم ما هي الوظيفة أو البهنة التي تريد أن تعمل فيها واحد قال الدكتور واحد قال مهندس واحد قال طيار واحد قال لاعب كرة كذا كذا فأصبح هناك اتصال بين المدرسة وبين أولياء الأمور أنه يا جماعة في غرفته حط الصورة اللي هو يبيها وكل خميس يلبس اللبس اللي هو يتمناه في البدرسة وأصبح على هالأساس الأسرة تجتمع معاه أسبوعيا إذا أنت تبصير دكتور تبصير مهندس تبصير معلم تبصير فنان يجب تاكل زين تتحرك يصير عندك لياقة تسمع الكلام تحلواجباتك وكذا الآن يمكن عمر التجربة ست سنوات أو أكثر لكن وجدوا فعلا أنها استطاعت أن ترفع مستوى التحصيل العلمي أن هؤلاء أصبحوا أكثر اعتداداً بالنفس أكثر قبولاً للعمل داخل الفريق عنده مضوح في الرؤية وهذا اللي حنا نأكد عليه جانوان بالحوار جانوان بتحمل المسؤولية المبكرة اللي تتعدي للنضوج الحوار مهم جداً 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 في الأمور هذه من ضمن الأشياء في تحت عنوان الأسرة أنا دائماً أذكر أنه وهذه أنا أوجهها حتى لأولياء الأمور الآن يا جماعة متى آخر مرة دخلت غرفة بنتكم أو أولتكم هذه من ضمن الأشياء اللي أنت تلاحظ يعني من ضمن يعني خنقول علامات يدخلون للحوار دكتور للحوار يعني يدخلون الغرفة للحوار ولا لا يعني حتى يعني سألت قالت شون نعرف نعرف بمثلاً شاب أو شاب متى التفوق فجأة يصير منتكس نظافة الشخصية تنزل الأشخاص يتغيرون التالي فون يصير همس تدخل فيه أشياء غريبة قد يكون زجاج قد يكون يعني خنقول لايت قد يكون فيه إبرة قد تكون مثل هذه الشغلات أنا أفهم أن الواحد يحترم خصوصية الآخر لكن أيضاً لا يقبول أن أم أو يعني أو أم أو أب لا يدخل غرفة الولد أو البنت لمدة أشهر لازم يكون فيه نوع لأنه من خلال هذا تفتح الحوار وربما إذا أنت لحق تبدأ في مرحلة التي قلناها ربما التجربة أو الألفة أو التعود قبل لا يصير مرحلة التعاطي والإدمان تتلحق عليه بهذه المرحلة أحياناً ممكن أنت تتواصل معه ممكن أن تستعين بخبير أو شخص مختص يتواصل معه أو أنت توصل لمرحلة أن تثور بكل شيء من المحبة من السلام من القيم بحيث أن تحبيه من الصحبة السيئة التي فجأة استجد هذا جانب جداً مهم الصحبة ونتكلم عن هذا الجانب لكن جزئية تعامل للأسرة مع الشباب أو مع أبنائهم بشكل عام اليوم بالمقابل ممكن العكس نرى الأب والأم شديدين لدرجة أن يهمشون من هذه الشخصية يقللون من أخذ القرارات لا يوجد توجه تقول لهم ماذا ستحدث أو اهتمامات يقول لك لا أعلم والسبب أن تسلط الوالدين بشكل مبالغ ممكن يكون حرص لكن أثر على شخصية لدرجة أنه ممكن يتجه أي اتجاه مع أي شخص أنا أريد أن أكد لا يوجد قالب نموذجي ينطبق على جميع الأسر على جميع الأبهات أو الأمهات أو حتى الشباب هناك ويوجد وهذا التنوع ربما من سنة الحياة تغرس ترتاح متأخر شايف شون لكن نحن لم نصلنا لمرحلة أن نتكلم على أساس الاستثناء هي العموميات لازلنا أننا في مساحة كبيرة كبيرة من أبنائنا الذين يصالون الذين يحترمون والديهم الذين يبحثون عن البر الذين يمكن توجه كلمة وكذا نحن نتكلم عن أقلية هذه الأقلية لأننا نهتم في بلد الإنسانية بقيمة الإنسان عندنا الواحد يعادل الألف لا نريد أن نفقد أي شخص فبالتالي لا نتردد أن نصلط وضوء عليه ونسعال الذي لا يستطيع حقيقة يستهيد بخبرة الآخرين صحيح أما من خلال ناس مختصين وبعدين من خلال حملة غراس ندعي بتواضع أن نستطع نرفع الوصمة الناس اليوم تتكلم عن مريض كذلك أصبح الشخص الذي يعاني من ولد أو بنت تتعاطى مدمنة عدوانية تعمل مشاكل أنه يسلمها للعلاج دون مخافة الملاحقة القانونية بالتالي هذا أيضا إضافة كذلك الآن نحن في مرحلة أن الحراك المجتمعي مفيد عندنا أرقام هواتف ممكن استخدامها أما مع إدارة مكافحة المخدرات أما مع مركز بيت التمويل للإدمان الذي ممكن أن تتصل تسترشد تسأل ليس بالضرورة في البداية أن تعرف عن نفسك لكن على الأقل تتلمس الطريق تفهم مين الأمور رايحة شنو اللي تخاف منه شنو الملاحظات التي أنت لاحظتها وبالتالي مثل هذه الأشياء متاحة في الكويت نحن 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 أحيانا هناك أشخاص تعاني بصمت دون أن تشارك الآخرين في معاناتها أو أنها لا تستخدم حتى المتاح فبالتالي تستغرب عقوب ما يصير الفاس بالرأس أنه لم يكن قال لي صحيح يعني فعلا دكتور هذه آفة في عوائل كثير لا تعرف تتعامل معها ويخافون على سمعة عيالهم أو أنه لا يذهب إلى دكتور مختص أو نفس ما قدت هذه الأرقام يتواصلون معها يخافون أنه مثلا يكون اسم عليهم أو فايل أو ملف فراح نتكلم أكثر بهالموضوع ولكن دكتور سنرى هذا الفيديو ونرجع لكم مشاهدينا أدرجت مادة الكيميكال ومشتقاتها ضمن جدول المؤثرات العقلية والمخدرات ويعتبر تداولها وحيازتها ونقلها وتعاطيها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون القويتي يروج تجار المخدرات مادة الكيميكال بين أوساط المراهقين وتتكون من مواد كيميائية شبيهة بالبودرة ولها تأثير إدماني خطير يصاب متعاطي مادة الكيميكال المخدرة بأعراض هلوسة ذهنية مصحوبة بانفصال عن الواقع مع زيادة في ضربات القلب ويعاني من اضطرابات في الجهاز العصبي ويصبح أكثر الإدمان على مادة الكيميكال المخدرة يؤدي بالشخص إلى الجنوب وفي حالات كثيرة ينتهي الأمر بالوفاء انتبه من أصدقاء السوء ولا تجربها أبدا احذر أن يتم استدراجك إلى عالم المخدرات موسيقى يعني مثل ما شفتم مشاهدين هذا الفيديو هذه الآثة المنتشرة بشكل كبير يعني دكتور مادة الكيميكال شفنا بالفيديو أعراضها وممكن أغلب العوائل قاعدة تلاحظ هذا الشيء شلون طريقة العلاج أو طريقة التخلص يمكن تجد الأهل يدرون أنه خلاص ومعارفين شون شوف المخدرات فيها طبيعية فيها مخلقة فيها صناعية وآخر صارت الكيميائية الكيميائية هذه الشبو والكيميكال والسبايس شفناها في وفيات بالجرعة الزائدة بسبب يعني جرعات لا يتحمل الشخص في وفيات من هذه الماضية أكيد يعني أنه نتكلم قبل عشر سنوات على 76 حالة اليوم نتكلم عن 120 حالة بالسنة في 2018 لا شك نحن نعتقد والناس المختصين يعتقدون أنه بسبب رئيسي بسبب الكيميكال الآن أنا أعطيك مثال عشان تفهمين شنو الأعراض خلال ثلاث تشهر يعني يضرب بحيث أنه يأثر على الجهاز العصبي فنصير وساوس قهرية يصير فيه عدوانية يصير فيه بارانوية اللي هي شك في كل من حواليك غير طبعا ضربات القلب غير خنسة منها أعراض سلوكية مختلفة يلاحظها على الشخص خلال ثلاث تشهر عندما تعصل هذا الشيء أنا ألخصها بجريمة حصلت مؤخرا ويسوى لفلنا عنها الأخ العزيز العميد بدر الغضوري عندما قال أنه عندما التقى مع الشخص بعد أن قتل أمه أمه كانت تحن عليه استعدل عالج دير بال كذا كذا وصل إلى مرحلة طعنها بسكين وهي تنزف تحاشي يقول بعد ما تم القاء القفض عليه يقول كنت أفكر خلال نص ساعة أذبحها ولا عالجها يقول بعدين قررت أني أذبحها يقول عشان لا أطالع ويها قلبتها وضربها طب الشرعي وجده تسعين طعنة في ظهر أمه فبالتالي شل يخلي شخص يكون سوي وكذا فجأة يوصل لهذه المرحلة قد لا يكون هذا هو القاعدة لكن الإنسان الفطن النبي الذي يعرف الصح والغلط حادثة وحدة يجب أنه توصل لهذا الشيء أقتبس كذلك مع الدكتور أنه واحد آخر يقول يقول أنه كنا قاعدين ثلاثة بعد تناول كيميكالز يقول حسيت أنه ثلاثة ثلاثة ماسيح مو أوادب قصة أخرى اللي هو الشخص اللي نزل من الطابق الثالث فلما قال شون تنزل شون تنزل شون يقول أنا حسباني نازل على الدري شخص آخر اللي اللي دخل بسيارتها في مخفر لأن المحقق شدوية شوية يقول أنا كنت أعتقد أني سوغلوري وداخل على المخفر بعاقب الشجار اللي يحصل واللي حصل في أحد أمسيات عيد لطح في الخيران وخمس شباب عمره زهور راحوا طبيب الأسنان اللي فقد عمره في موقف السيارات المدمن اللي يذبح وبينته محطوها بالثلاجة كل هذه الأشياء الدل على أن اليوم من مقدرات مو فقط الضر الشخص مرتبطة بالحوادث مرتبطة بالجريمة مرتبطة بزين المحارم مرتبطة بأشياء كثيرة بالتالي قد تكون أولها تجربة ومغامرة وبحثا عن الرجولة عن النشوة المؤقتة عن كذا كذا لكن بالتأكيد النهايات تكون سيئة ومؤلمة لا أقول فقط للمتعاطي ولكن لأهله مثل ما تفضلتي لسمعته لبلده لأننا المستهدف في هذا الموضوع شريحة الشباب والشباب بحد ذاتهم هم بخيرة المجتمع صاحب السمو الله يحفظ يقول يقول الشباب هم نصف الحاضر وكله المستقبل وفي العشر الأواخر من رمضان كل سنة لما يجتمع مع ابناء رجال الداخلية والدفاع والحرس والمطاف دائما ينوه بأهمية الالتفاة لقضية المخدرات فاليوم لما نتكلم عن هذا الموضوع حقيقة هي مسئولية ومشتركة تم تشخيصها على المستوى لكن ما هو عذر لأي جهة أن الضل هي ردود أفعال في مناسبة اليوم العالمي لمكافأة المخدرات تصير عندنا قضية فجأة نصحالها والنام عنها يجب أن يكون هناك منهجية واستمرارية واستدامة وناس مختصين ووسائل للوصول للناس اللي هم عرضة أو في البدايات ومعرفة عامة كل شخص يعرف عما يبتعد ماذا يرصد وكيف يتصرف كيد دكتور أحمد الشطي مدير عام المشتوى الوطني الوقاية من المخدرات غراس كل شكر على تواجدك معنا لأمانة النقاط التي ذكرتها جدا مهمة وتوقع اليوم المشاهد وصلت لهذه الرسالة ففي البداية وفي النهاية كل شكر لك على تواجدك معنا ومشاهدين كيد نحن مستمرين معكم لكن رسالة بسيطة من شخص عادي في هذا المجتمع الأشخاص اللي احنا ما نعرفهم اللي هما خلف الستارة السودة اللي هما يوفرون كل هذه المواد المخدرة ما راح نقول إن شاء الله ترجعون إلى صوابكم نقول أسأل الله تعالى أن ينهيكم من هذه الحياة مثل ما نهيته روح شباب وأسر كويتية وأسر في العالم أجمع كان يتمنون يعيشون نعيشة طبيعية اشتركوا في القناة